اهلا بكم من جديد مع نهاية جلسات الاسبوع تغلق مؤشرات البورصة المصرية على ارتفاع جماعي وذلك للجلسة الثالثة على التواري حيث ربح رأس المال السوقي 22 مليار ومئة مليون جنيه وارتفع مؤشر اي جي اكس تيرتي بنسبة 25 من مئة بالمئة ليصل إلى مستوى 10.043 نقطة هذا وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس سافنتي بنسبة 22 من مئة بالمئة ليغلق عند مستوى 1911 نقطة كما صعد مؤشر اي جي اكس مئة متساوي الأوزان بنسبة 3.18 من مئة بالمئة ليغلق عند مستوى 2835 نقطة المزيد من التحليل حول أداء السوق المال في هذا الأسبوع نكون مع ضيفنا الدكتور ماجد فتوح الخبير في أسواق المال أهلا بك يا دكتور أهلا بحضرتك أهلا بك يعني بداية كيف تقرأ أداء المؤشر الرئيسي خاصة وأنه شاهدنا ارتفاعات متتالية على مدار هذا الأسبوع المؤشر التلاتيني يعني من قول من بداية الأسبوع ابتدى يظهر عليه قوة شرائية احنا كنا بنتكلم قبل كده أن احنا في حاجة اسمها بنالتامس قاع أو بنقرب لقاع أو بنكون قاع على المدى المتوسط وعلى المدى الطويل اللي حصل في الجلستين ثلاثة اللي فاتم مع ظهور القوة الشرائية على المؤشر يبدأ يصعد فوق الليفل ده اللي هو كانت 9000 نقطة أو 9200 نقطة وعند كده يتخطى المرحلة الأكبر اللي هي 9500 لغاية ما وصل في يوم واحد إلى 10,000 نقطة ما الذي أدى إلى هذه القوة الشرائية اللي حضرتك تتكلم عنه؟ احنا عندنا القوة الشرائية مثلا بيع الأجانب عندنا من فترة طويلة جدا هم صافي بيع لكن في الفترة الأخرينية ظهر العرب بقوة ويعتبروا أجانب برضو بس يعني العرب ظهروا بقوة شديدة جدا في عملية الشرائف من الاستحوازات طبعا بس النهاردة كان صافي على سبيل المثال يعني النهاردة كان صافي لأفراد المصريين وللأجانب المؤسسات ولكن اللي كان العرب والمؤسسات المصرية هم كانوا فرسا هنا النهاردة في عملية صعود السوب هذه القوة في أسباب كتيرة بصراحة في الاتجاه دوت أول سبب فيها هو عملية الاستقرار في الهيئة العامة للرقابة المالية بأن فترة طويلة كان في معنا دكتور محمد عمرانك الراجل أدار هذا النشاط بشكل كبير بعد فترة انتهاء مدته تمدله سنة كمان بعد انتهاء هذه السنة ابتدى الناس عايزين نوع من أنواع التجديد نوع من أنواع التغيير أعتقد ده كان سبب من الأسباب الرئيسية في صعود السوب بشكل كبير في الفترة الثلاثة أيام اللي فيها طيب بشكل عام وإحنا بنتكلم عن صعود السوب يعني أعلنت هيئة قناة السويس إدراج ثلاث شركات في البورصة المصرية مع نهاية العام الحالي التداعيات التبعات لهذا الإعلان هيكون إيه؟ إحنا الدولة بقى لفترة كانت بتتكلم على أن في مجموعة كبيرة من الشركات هتدرك في البورصة المصرية منها شركات من قطاع الأعمال العام ومنها شركات من الجيش زي صافي وزي وطنية وده يمكن آخر يعني يعتبر آخر مرة أو آخر خبر نزل اللي هو ثلاث شركات من قناة السويس اللي عايزة أقوله أن ده أصبح اتجاه للدولة وهم كانوا أعلنوا أن هعندنا مجموعة كبيرة من الأصول بتتعدل 44 مليار دولار عايزين تتباع في السوق المصري منها شركات منها شركات عملاقة منها شركات حقيقية مش عايزين نقول كلمة خاص خاصة بس عايزين نقول كلمة أن وجود القطاع الخاص وزيادة حجم الاستثمارات في القطاع الخاص بما أنه هو القطاع الأكبر في السوق المصري اللي هو بيمثل حوالي أكتر من 80% من الاستثمارات في مصر فأعتقد أن الدولة تبقى الاتجاه بتاعها نحية أنه هو السمارات تزيد في هذا القطاع وأنه يشارك بشكل كبير في هذه العملية أعتقد ده موضوع مهم جدا وفي بالفعل نداءات متزايدة من الدولة في الفترة الأخيرة لمسألة زيادة مشاركة القطاع الخاص طيب في هذه النقطة تحديدا يا دكتور يعني الشركات المغلقة احنا عارفين أنه بيبقى ليها طبع مختلف سواء في طريقة العمل وما إلى ذلك كيف يتم تأهيل هذه الشركات علشان يتم إدرجها بالفعل هو حضرتك علشان أصلا الأسهم ديته تنزل إما طرح عام في البورصة أو تنزل كاستثمار مباشر بحصص لمجموعة من المستثمرين بتم عليها إجراءات لها علاقة بحوكمة الشركات يجب أن يكون الشركة بيقوم بها جميع النظم الخاصة بالإفصاح والشفافية وفصل الإدارة عن الملكية وتكون الإدارة إدارة محترفة بتحاسب في قوائمها المالية وفي إدارتها على إدارة الشركة بالطريقة المحترفة أو بالطريقة التي تؤدي إلى ربحية الشركة وتحقيق أهدفها في نهاية الفترة فهي دي القضية اللي هي لازم والكلام طبعا ينطبق على الشركات الخاصة بالجيش لأنها إدارة مختلفة إدارة لها طابع خاص فعلشان نتحول إلى إدراك في البورصة لازم تطبيق قواعد الحوكمة بشكل قوي جدا الحاجة التانية إعادة هيكلة هذه الشركات من بورد محترف ورئيس مجلس إدارة يكون عنده خبرات كبيرة ومتتالية وياريت يكون كمان خبرات أجنبية نجحت فيه نقول عليها نمازج متمثلة في الدول أخرى ساعتها نقدر نقول إن هذه الشركات أصبحت قادرة وأصبحت تستطيع إنها تنافس في السوق المصري وتستطيع كمان إنها تدرج في أسواق المال والناس الموجودة أو المستثمرين الموجودين إن كانوا أفراد أو مؤسسات هيقبلوا عليها بشكل كبير جدا لأنهم إحنا محتاجين أولا إحنا محتاجين إدراج لهذه الشركات بشكل كبير أوي لسببين سبب الأولاني القيمة السوقية للسوق المصري أصبحت ضعيفة جدا وعدد الشركات العملاقة أو القوية أو لذات قيمة ضخمة في السوق المصري أصبحت قليلة جدا عدد المتعاملين في السوق في خلال آخر خمس سنوات أصبحت بتقل بشكل جدا بقوا بسبب طبعا أنها واحدة نفسية الخاصة بمتعاملين وأنهم مش شايفين أنه ما فيش تطوير فيه اتجاه سوق المال دا لو ما أضفناش عليك كمان حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات العالمية طيب في هذه النقطة تحديدا يا دكتور بسأل حضرتك عن تأثير حالة الركود الاقتصادي العالمي والأزمة الدقيقة اللي بيعيشها العالم في هذه الفترة على سوق المال المصري كيف كانت هذه التأثيرات حجمها كان قد إيه وكيف يمكن التغلب عليها قبل ما نتكلم في فكرة الركود العالمي لازم بس نفرق بين نوعين من نوع الركود فيه اقتصاديات العملاقة بيحصل الركود عندها ناتج أساسا من زيادة أو بيقول عليها نضرة المنتج وده طبعا بسبب الحرب في أوكرانيا وروسيا وبسبب مشاكل في توليد ثلاثة إمداد على مستوى الدول المختلف وده ظهرة جدا في الدول الأوروبية مثلا في نقص الغاز في نقص بعض السلع الغذائية في بعض الدول وبين أن في حاجة اسمها ركود تضخمي وده في الأغلب بتبقى الأسواق الناشئة والأسواق الناشئة الركود التضخمي ده ناتج عن مع وجود التضخم بيطلع حاجة اسمها ارتفاع تكلفة الإنتاج عليهم والتأثير على العملة المحلية وبالتالي زيادة تكلفة الإنتاج ده بيؤدي إلى التضخم وبالتالي مش زيادة الفنوس في أيدين الناس إنما هو زيادة تكلفة المنتج نفسه أو تكلفة الإنتاج نفسه فلما بنفرق بين الاتنين دول نقدر نعالج كل حالة بطريقتها على حسب أسبابها يعني لما نقول مثلا الدول الكبرى إنجاز التعبير الدول الكبرى عندها بترفع معدل الفايدة علشان تعزز قيمة العملة بتاعتها علشان تقلل الصرف أو تقلل الإنفاق عندها علشان خاطة تقدر تخفض في التضخم اللي عندها إنما اللي عندهم ركود تضخمي إحنا عندنا وضع مختلف إحنا محتاجين قوي إن إحنا نزود الإنتاجية نزود الشغل نتحول من هذا الركود إلى إنتاجية علشان نضرب بيول عليها عصفورين بحجر إن أنا أول حاجة أقلل نسبة البطالة الحاجة الثانية إن أنا أوصل إلى درجة من درجات الاكتفاء الزاتي في بعض المنتجات للتوفر في هذه المنتجات طبعا طبعا طيب أخيرا يا دكتور توقعات حضرتك إيه للفترة المقبلة بشكل عام؟ أنا أتوقع الفترة اللي الجاية بالنسبة لسول مال مصري إحنا إحنا يعني إمكان أنا بدأت الكلام على technical levels أو المستويات التحليل الفني بتاعنا فأنا عايز أكمل بهذا الاتجاه لأن بمجرد وصولنا لليفل عشر تلاف وكسر الإرقاع اللي إحنا كنا موجودين فيه ده بغضل زر عن شكله هنلاقي كل ورقة مالية في السوق عملت قاع بشكل مختلف إنما في الآخر البريكاوت ده اللي وصلنا إلى ليفل كويس جدا الحال النفسية للمتعاملين أعتقد ممكن توصلنا إلى مستويات سعرية أفضل في الفترة اللي جاية عايز بس أقول أي حاجة أي بريكاوت بيحصل بيحصل بعديه موفينج كبير جدا مش عايزين الناس تجري وراء عملية الشرة بشكل متراكم ما تعملش أكيوميليتد إلا في حاجة اسمها بول باك أو فرد دايت السوق اللي تنزل عند ليفلز يعني السوق يهد شوية علشان تكون مراكز إنما عشان تعمل تريدينج طبعا لازم تستغل لتطلع الجاة للسوق ده بشكل كبير في عملية التريدينج وعملية أنك تحاول يعني تستفيد بأكبر معدل عائد ممكن على الأوراق المالي الخاصة بيك وخصوصا أن السوق المصري يعني قابل في آخر فترة يعني أتياكات يكون ركود رهيب في كل الاتجاهات يعني في كل الاتجاهات لها علاقة مجيش معدل عائد في مشاكل كتير في الإقراض الهاميجي في مشاكل كتير في بعض السياسات اللي كانت متابعة في البورصة المصرية إنما في الآخر إحنا وصلنا لمرحلة جيدة جدا عملنا قاع ظهر عندنا مشتري إحنا كنا عندنا مشكلة بأن إحنا عندنا نقص في السيولة وعندنا شورتج كبير في السيولة المالية فالشورتج ده كان الأجانب بتبيع المؤسسات بتبيع الأفراد مهما كانوا بقدروش يعني يقاوموا هذا فلما يبقى عندنا العرب بتشتري والمؤسسات المصرية بتشتري ويعود شوية أزمة مسألة الهوت ماني طبعا إحنا كانت الهوت ماني دي مشكلة كبيرة جدا عندنا إحنا كاقتصاد مصري يعني إحنا أخذنا مجموعة من القروض القروض دي علشان نعمل مشروعات ضخمة وعملاقة تقدر تحقق لنا معدلات نمو أكبر يمكن كمان من دي الموجودة لو لا المشاكل اللي حصلت من كورونا والحرب إنما الحقيقة خروج الهوت ماني في أزمة أوكرانيا من مصر بمعدلات كبيرة جدا من سوء المال المصري ومن سوء الفيكسد إنكم أدى إلى عدم توازن وعدم اتزان عندنا في الاتجاه ده ولكن الحمد لله الفترة الأخرين قد يكون يعني زيارات سيادة الرئيس طبعا لمجموعة دول الخليج وظهور استثمارات كبيرة في حصص من شركات وإستثمارات في السوق المصري في الفترة الأخرينية ويعنينا النهار ده على سبيل المسائل احنا دينا ربعمائة بليون جنيه دخلت استثمارات فرق شهرة بس لصالح العرب ده كل دي مؤشرات نتائج اللي بيحصل يعني بشكل عام توقعات حضرتك إيجابية جداً جداً فترة القادمة فضل الله إن شاء الله بشكر حضرتك جزيلاً شكراً دكتور ماجد فتوح خبير أسواق المال على كل المعلومات مرسي بسدوحك شكراً بعد الفاصل نستضيف الدكتور هاني عياد استشاري ريادة الأعمال للحديث عن توسع تمويل الشركات الناشئة ابقوا معنا موسيقى